حباً بكم في دلهي في الهند حيث نقدم رعاية شخصية للأطفال الذين يعانون من مشاكل العظام والمفاصل والعيوب الخلقية في العظام والمفاصل وإصابات الأعصاب تفتخر مستشفياتنا بأحدث العلاجات القائمة على الأدلة وتتبع البروتوكولات الأمريكية مما يضمن أعلى معايير الرعاية استمتع بتجربة ضيفتنا الشهيرة وحلولنا الفعالة من حيث التكلفة والعلاج الاحترافي المصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريض ثق بنا لنقدم لطفلك أفضل رعاية ممكنة في بيئة مرحبة وداعمة استمتع بتجربة أحدث العلاجات القائمة على الأدلة لمشاكل العظام والمفاصل والعيوب الخلقية وإصابات الأعصاب لطفلك في الهند والمعروف أيضاً بأرثروغريبوسيس مالتيبليكس كونجنيتا AMC هو حالة خلقية التي ترتبط بتصلب المفاصل في الأطفال فهم السبب والندرة يمكن أن يكون مهماً للآباء حتى يتمكنوا من تخطيط الرعاية والعلاج المناسبين الأسباب الرئيسية للأرثروغريبوسيس تشمل نقص الحراكة في الرحم عندما يكون الطفل في الرحم ولا يتحرك أو يتلوى بما فيه الكفاية فإن العضلات والمفاصل لا تتطور بشكل صحيح في بعض الحالات قد يكون سبب الأرثروغريبوسيس هو الإضطرابات الجينية يمكن أن تتطور هذه الحالة في الطفل أيضاً بسبب حالات صحية معينة للأم أو بعض الأمراض أو المشكلات الصحية مشاكل تطورية أخرى يمكن أن يكون الضغط غير المرغوب فيه داخل الرحمي أو نمو غير طبيعي سبباً أيضاً هناك أنواع نادرة من التشوهات العظمية المتعددة التي تشمل واحد الأوميوبلازيا في هذا النوع لا توجد ضعف في العضلات ولكن المفاصل صلبة التهاب المفاصل الجامد يتميز بضعف العضلات والوهن تحدث السندرومات المتلازمة مع حالات خلقية العنوان غير واضح التهاب المفاصل الجامد هو حالة نادرة هذا يحدث مرة واحدة في حوالي 3000 ولادة على الرغم من ندرتها هناك خيارات متعددة متاحة للعلاج والإدارة والتي يمكن أن تساعد الأطفال على عيش حياة نشطة وصحية الأرثروغريبوزيس هو حالة معقدة تتطلب رعاية طبية شاملة ودعم مستمر هنا عرض سريري للحالة تم تقديم معلومات مفصلة حول المشاكل التي يمكن أن تواجهها في الحياة اليومية وخيارات العلاج واحتياجات الرعاية طويلة الأمد في العرض الإكلينيكي للأرثروغريبوزيس يكون واحد أو أكثر من المفاصل الرئيسية للأطفال متصلبة بشكل دائم مما يحد بشكل كبير من حركتهم غالباً ما يكون هذا التصلب في المفاصل شائعاً في الذراعين والساقين مما يجعل السيرة والجلوس وغيرها من الأنشطة اليومية صعبة عادة ما تؤثر تشوهات الوركين والركبتين والقدمين في عوجاج المفاصل على حركة الطفل وقدرته على المشي ومن المهم اكتشاف هذه الاضطرابات وعلاجها في الوقت المناسب وفيما يلي وصف تفصيلي لأنواع التشوهات تشوهات الورك واحد خلع الورك إزاحة مفصل الورك من مكانه الصحيح قد يسبب ذلك ألماً في الورك ومشكلة في المشي اثنين تصلب الورك تصلب أو ثبات في مفصل الورك مما يسبب صعوبة في المشي أو الجلوس تشوهات الركبة واحد تيبس مفصل الركبة يكون مفصل الركبة غير قادر على الثني أو الاستقامة بشكل كامل اثنين خلع الركبة انزلاق مفصل الركبة عن موضعه الصحيح تشوهات القدم واحد حنف القدم تكون عظام وعضلات القدم في حالة انحناء القدم إلى الداخل وصعوبة المشي اثنين خلع القدم انزلاق مفصل القدم من مكانه الطبيعي ثلاثة الكاحل العمودي بنية غير طبيعية لعظم القدم مما يسبب تشوه في شكل القدم تشوهات الكتف والمرفق شائعة أيضاً مع أعوجاج المفاصل ويمكن أن تؤثر على الأنشطة اليومية للطفل واستقلاله وفيما يلي معلومات تفصيلية عن هذه الاضطرابات تشوهات الكتف واحد تيبس الكتف تصبح الحركة في مفصل الكتف محدودة مما يؤدي إلى صعوبة رفع اليدين انين خلع الكتف ينزلق مفصل الكتف عن وضعه الطبيعي مما قد يسبب الألم وتقييد الحركة تشوهات المرفق واحد تيبس المرفق مفصل المرفق غير قادر على الانحناء أو الاستقامة بشكل كامل مما يجعل الأنشطة اليومية مثل تناول الطعام أو ارتداء الملابس صعبة اثنين خلع المرفق ينزلق مفصل المرفق من موضعه الأصلي لمزيد من المعلومات حول أرثروغريبوسيس يرجى الاتصال بالمترجم الخاص بك سوف يقدمك للدكتور راتناف راتان وهو جراح عظام الأطفال يمكن أن يسبب اعوجاج المفاصل أنواع مختلفة من تشوهات اليد ويؤثر على حركة الطفل وحياته اليومية تشوهات اليد هي تشوهات خلقية وقد تشمل ما يلي تشوهات اليدين واحد ضعف والتيبوس العضلات قد تصبح عضلات اليدين والمعصمين الضعيفة وقد تصبح المفاصل متصلبة مما يجعل من الصعب أداء حركات اليد الطبيعية اثنين اليد المدربة تشويه اليد حيث تتطور عظام اليد بشكل غير طبيعي مما يؤثر على شكل اليد وظيفتها ثلاثة تقلصات مفاصل الأصابع قد تصبح مفاصل الأصابع متصلبة مما يجعل من الصعب ثنيها أو فردها أربعة التشوهات الناقصة في بعض الحالات لا تكون عظام اليدين مكتملة النمو مثل عدم نمو الأصابع مشاكل في الحياة اليومية قد يواجه الطفل المصاب بداء المفاصل مشاكل في أداء الأنشطة البسيطة مثل ارتداء الملابس والأكل والكتابة وهذا يؤثر على استقلاليتهم وقد يجعلهم يشعرون بالعزلة الاجتماعية نقص الخبرة الطبية وقد يكون هناك نقص في الأطباء المتخصصين لهذه الحالة لذلك يجب على الآباء استشارة طبيب عظام الأطفال الذي يمكنه تقديم التشخيص والعلاج المناسب لهذه الحالة يجب على الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة استشارة جراح عظام الأطفال الخبير الذي يمكنه تقديم التشخيص والعلاج المناسبين خيارات العلاج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من المهم للغاية زيادة حركة المفاصل وتقوية العضلات العلاج الطبيعي المنتظم يمكن أن يحقق تحسناً كبيراً أجهزة تقويم العظام والأقواس تساعد هذه الأجهزة على إبقاء المفاصل في وضعها الصحيح وتشجع على الحركة بشكل أفضل الجراحة في بعض الحالات قد يكون التدخل الجراحي ضرورياً لتحسين حالة المفاصل أو زيادة قوة العضلات وفي حالة التشوهات الشديدة من الممكن تحسين حالة العظام والمفاصل بشكل ملحوظ عن طريق الجراحة خيارات ونتائج الجراحة غالباً ما يواصى بالجراحة مثل نقل الأوتار أو مراجعة المفاصل للأطفال الذين تكون مفاصلهم شديدة التصلب نتائج الجراحة جيدة بشكل عام وبدون العلاج يبقى الطفل معاقاً وقد يعاني من اضطرابات نفسية لا تترك هؤلاء الأطفال أبداً دون علاج عندما يتعلق الأمر بإجراء عملية جراحية لتحسين الورك والركبة وأصابع القدم والقدم في حالة عوجاج المفاصل فهي إجراء متخصص للغاية فيما يلي خيارات العلاج الجراحي الممكنة لكل منطقة 1- الورك لتصحيح اطرابات الورك قد تشمل الجراحة إعادة توجيه الورك وتحرير المفصل واستبدال المفصل في بعض الأحيان يتم إجراء هذه الإجراءات لتحسين وضعية الورك وحركته 2- الركبة قد تشمل جراحة التصلب أو التشوه في الركبة تحرير الأوتار وإطلاق الأنسجة الرخوة وهذا يحسن حركة الركبة ويجعل المشي أسهل 3- الأصابع قد تشمل جراحة تشوهات الأصابع نقل الأوتار وتحرير المفاصل والتجبير تساعد هذه الإجراءات على تحسين وظيفة وحركة الأصابع 4- أقدام تستخدم عادة عمليات تحرير الأوتار وإعادة بناء العظام وتقويم العظام لعلاج تشوهات القدم تتم هذه الإجراءات لتحسين شكل وبنية القدم مما يسهل المشي يمكن أن تكون نتائج هذه العمليات الجراحية إيجابية ولكنها تحتاج إلى وقت وصبر بعد كل عملية جراحية من الضروري إعادة التأهيل المكثف والعلاج الطبيعي المنتظم لتحقيق أفضل النتائج الممكنة وتحسين قدرة الطفل على الحركة والاستقلال على المدى الطويل هذا النوع من العلاج يمكن أن يحسن حركة الطفل ويسمح له بالحصول على مزيد من الاستقلالية ومن المهم أن يتم العلاج تحت إشراف جراح عظام الأطفال الخبير لضمان أفضل النتائج لمزيد من المعلومات حول التهاب المفاصل يمكنك استشارة الدكتور راتناف راتان وهو جراح عظام الأطفال اتصل بمترجمك لتحديد موعد ترجمة نانسي قنقر